السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم فيديو سريع اليوم عن موضوع الفرق بين البشر والإنسان هلأ نظرية التطور أظن موظم الناس بدأ يصدق أنه هي موجودة بالمصحف وأنه هي الشيء الحقيقة القانون الحقيقي لخلق الإنسان وتطوره لكن بيبقى ضروري أنه نفرق بين البشر والإنسان والتفريق بشكل عام اللي معظم الناس متفقين عليه حاليا أن البشر هو الوجود الفيزيائي للإنسان لكن الإنسان هو عبارة عن الوجود الفكري الروحي العاطفي المعرفي للإنسان الدليل على هالشيء في أدلة كثير من المصحف لكن فيه دليل كثير واضح اللي بيقول رب العالمين وقت عم يخاطب الملائكة والإني جاعلهم في الأرض خليفة الأكلمة جاعل غير كلمة خالق خلق الإنسان مربرون راحل كثيرة ويمكن بدأ من خلق رب العالمين خلق الإنسان من العدم لكن أول ما خلقوا ما كان إنسان لسه كان بشر وتحولوا من الإنسان للبشر كان فيه عملية جعل هالهو التحويل من البشر إلى الإنسان لذلك قال إني جاعلهم في الأرض خليفة ما قال إني خالقهم في الأرض خليفة هذا بيعني بالضرورة أنه البشر كانوا موجودين في الأرض لكن رب العالمين عملوا النفقة الروح هو اللي حاولتهم من البشر إلى الإنسان وهذا اللي يبدل أنه آدم هو أبو الإنسان أو الأبو الإنسانية وليس أبو البشر وآدم هو أول إنسان على وجه الأرض وليس أول بشر على وجه الأرض لذلك رب العالمين اصطفى آدم اصطفى من كل هالبشر الموجودين ونفخ فيه الروح وكان هو أول إنسان وبعدين صارت مراحل تطور الإنسانية لذلك آدم هو يعتبر أبو الإنسان أو أبو الإنسانية وليس أبو البشر الآن أنا ذكرت هذا الفيديو لأنه في آية كتير كتير فريدة من نوعها بالتفريق بين الإنسان والبشر لأنه موجودين الكلمتين واللفزتين موجودين فيها بنفس الوقت وبيفرقوا بشكل واضح جدا للناس الفرق بين بيعطوا للناس الفرق بين البشر والإنسان بشكل كتير واضح وهي الآية 26 من سورة مريم اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم فكلي واشربي وقري عينا فإما ترينا من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ستق الله العظيم واضح جدا أن الرؤية كانت للبشر لكن الكلام كان للإنسان لأن الرؤية هي للوجود الفيزيائي للإنسان اللي هو البشر مثل ما اتفقنا لكن وقت الواحد بدي يحكي مع الإنسان الثاني ما بيقول رح أحكي مع بشر لأنه البشر هو وجود فيزيائي وهم هو اللي بيعنده الوجود العقلي المعرفي العلمي العاطفي الروحي هالي موجودة عند الإنسان لذلك الكلام بيكون مع الإنسان لكن الرؤية هي للبشر الآية جميلة جدا بالتفريق بين البشر والإنسان وحبيت أنا شارككم بهالمعنى مشان تتمعنوا فيه وتفكروا فيها هالآية هالي هي بالفعل آية فريدة من نوعه بالتفريق بين البشر والإنسان وشكرا كتير الله يعطيكم العافية